النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا آه هي قيمة صحيح قيمة من القيم الزواجية لكنها مهارة كمان احنا عايزين نتكلم عن قيمة مهمة جدا لما عنشوف الناس اللي فهموا هذه الآية بهذا المعنى ومن آياته يعني من نعمه هيشوفوا بعض ازاي الزوجين يشوفوا بعض ازاي نسأل سؤال هل فينا حد بيشوف زوجته نعمة يعني ما هي مش اسمها نعمة لكنها نعمة من عند ربنا هل واحدة بتشوف زوجها نعمة من عند الله سبحانه وتعالى اصلا حياتنا كلها مليانة بالنعم وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها انا اعرف حد بيقول لزوجته يا نعمة ربنا علي ومش بقول كده على فكر عشان هو عايز منها حاجة ولا بيدحك عليها عشان هو عامل مصيبة ولا حاجة ده بيقول بجد هو بيقول كده وهو صادق جدا لانه فعلا شايفة نعمة من نعم ربنا الناس تقول شوف من وسط كل الناس انا اخترت ده وهي تقول شوف من وسط كل البنات انا اخترت دي اه على فكرة اخترت دي لان فيه فضل وفيه نعمة من ربنا في هذا الاختيار ليه طيب لان كان عندنا شوية يقين زمان ومحتاجين نجدده كانوا اهلنا بيقولوا حاجة جميلة جميلة قوية ربنا عليها بيقولوا ايه من حمد ربنا زاده يعني ايه اللي حاصل هما كانوا فهمين كويس اوي 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 قوله تعالى وَلَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأْزِيدَنَّكُمْ فكانوا عايشين في ده فكان ممكن حد يقول اشكر ربنا على النعمة لما تبقى موجودة لكن انا مش شايف مراتي نعمة دي نعمة في ايه فبالربي من الاول بالرب الشخص من الاول خالص على انه يشوف نعم ربنا لكن ساعة الجواز بقى بنقول للمقبنة على الزواج بنقول له واحدة واحدة انت مش داخل مؤولة ولا انت داخل بيزنس انت داخل نعمة الجواز ده نعمة اه الفرح اللي بتكون في قلوبنا عشان نروح نتجوز حقيقة احنا رحين عشان ندخل على باب واسع من ابواب النعمة يبقى ايه اللي حاصل ازاي ده نقدر نشوفه مين قال ان كل رؤيتنا عن الحياة هي صحيحة من قال ان زوجتك او زوجك ده عشان يبقى نعمة وتحس ان هو نعمة نعمة انك انك راضي وان ان انت معاك لازم يبقى بلا عيوب مين قال ان النعمة جيالك على هواك مين قال ان النعمة مش جيه عشان تندج اندج اندج يعني ايه النعمة موجودة عندنا مش عشان لزتنا وبس ومتعتنا وبس النعمة جيه عشان ترقينا ومن اكتر الاشياء المهمة في الجواز فكرة النضوط اشتركوا في القناة